بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أيها الكرام السلام عليكم ورحمة الله يا سر الليلة أن أعلن لكم عن شيء انتظرته طويلا ألا وهو إصدار روايتي بعنوان إيناس هذه الرواية كنت قد بتات بكتابتها من سنوات في عزلة إجبارية ثم بعد ذلك لم يتسن لي أن أتمها كما أحب ومضت السنوات وانشغلت بمشاريع كثيرة ثم في الشهور الأخيرة استعنت بالله تعالى على إتمامها وعرضها على بعض الإخوة في المجال التربوي والشرعي وبعض إخوة القراء ووافوني بملاحظاتهم وعلى أساسها عدلت وهذه الرواية قد قسمتها هي تقع في حوالي مائة وستين صفحة قسمتها إلى ستة وعشرين فصلا الآن عن ماذا تتكلم ما أحداثها اسمحوا لي أن لا أتكلم بكثير من التفاصيل حتى لا أحرق فكرتها لكن أستطيع أن أقول لكم أنها واقعية وتجمع المتعة مع الفائدة والذين قرأوها قالوا لي أنه كلما تقدموا في القراءة كلما كانت أكثر تشويقا قد تتغلب قليلا في البداية في محاولة تذكر الشخصيات عليك أن تركز في معرفة الشخصيات وطبائعها ثم بعد ذلك تكون أمور سلسة إن شاء الله الرواية يصلح أن تقرأها منفردا كأخ أو أخت شاب فتاة رجل امرأة ويمكن إذا كنت والدا أو والدة أن تقرأها مع أبنائك كثير من الآباء يشتكي أنه لا يجد لغة مشتركة مع أبنائه اليافعين سنة 13 14 15 سنة فهذه الرواية مناسبة جيدة أن تجتمع عليها العائلة قبيل النوم كل فصل يحتاج في قراءته حوالي الثلس ساعة حوالي الثلس ساعة ولا أنصح أن تقرأ فصولا كثيرة في جلسة واحدة وإنما فصل أو بالكثير فصلين حتى نتشرب المفاهيم الواردة في هذه الرواية رويدا رويدا الرواية إخواني إن شاء الله نافعة وستكون متوفرة في دول عديدة بل إن شاء الله في أنحاء العالم بالنسبة لأهل المغرب فدار قطر الندى تولت طباعتها ولكن يبدو أن هناك إغلاقا لمطارات المغرب كان ينتظر أن تشحن الرواية من دولة أخرى تطبع فيها إلى المغرب عبر الجو ولكن يبدو أن هناك إغلاقا نتيجة لظروف كورونا أسأل الله أن يعافيها الجميع بالنسبة للإخوة في تونس ستكون متوفرة إن شاء الله من خلال دار الإمام المازري والمعلومات كلها ستكون في وصف الفيديو الجزائر من خلال دار أوراق ثقافية في مصر وأكثر دول العالم من خلال مفكرون الدولية لنشر والتوزيع في فلسطين من خلال مكتبة الموارد في الأردن من خلال صفحة كتب دكتوريات قنيبي ومكتبة علامات التجارية وسنضع لكم روابط المعلومات عن كل هذه الجهات للتوزيع في وصف الفيديو إن شاء الله بإذن الله سأعلن لاحقا عن موعد لأهل الأردن يعني لن نستطيع أن نجري لقاءا مع الإخوة خارج الأردن لكن لأهل الأردن موعد ومكان مناسب لمناقشة الرواية مع من قرأها طبعا مع يعني عدد محدود ممن نستطيع أن نوفر لهم المكان إن شاء الله وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها وأن يتقبل منا ومنكم وأن يعظم أجرنا وأجركم ويبارك في أوقاتنا وأوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله